السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة خصص وحكايات أهل المغرب أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحلقة ديالندي اليوم قبل ما نبداها نبغي أن نطلب منكم طالبا وليس أمرا أنكم شاركوا في القناة لماذا لا مشاركش لأنه حسب إحصائيات القناة تقريبا واحدة خمسين في المياه اللي كيشاهدوا القناة ليسوا بمشاركين يعني كنت طلب منكم فضلا وليس أمرا أنكم تشتركوا حاجة أخرى ديروا شي جائم ديروا شي كومنتيه فأزويون أنا نبداه في حلقة ديالنا ديال اليوم حلقتنا اليوم سيدنا الكرام وقعت لوحد السيد كانت الحرفة دياله دهيبي وما شيف الأصل دياله دهيبي نعاد من بعد قد نعرفه كيف أشترى وجراء اللي حتوله دهيبي معيناش هذا السيد هذا كان إسنجاله وعدنان عدنان كان حاضر من واحد القرية المهم بإدالة دهيبي ندينة اللي هو فيها تزوج من سمم هذيك القريانيز جاء مراته وسكنها في المدينة من بعد ما أخذه واحدة الدار اللي هي فاخرة من فوق والتحت فوحة الحي اللي هو عراقل المشادر واحد المحال تعددهب كما قلنا وفي الحرفة دياله الأصلية ماش يدهب ولكن غير تلاحلي لأن الفلوس موجودة المهم فتح هذا المحال تعددهب من بعد مشاريع الطبيل الحال وكانش بعيد بزاف على المحال على السكنة دياله ما بعيدش بزاف شبه هذيك المحال عمره بذهب جهزه نضاه هو هذيك هو بالخدام على رأسه عائف الحياة السعيدة مع الزوجة دياله كان مازال مولد مهواله عدنان هذا كان عنده واحد صديق الصديق دياله تهو حد ما كعرف ليش حاجه لم ينجى على الاصل دياله ولمدينته تهو حد يجي عنده المحال يبقى بجمعه بالساعات طوال ساعتين جوش ثلاثة بجمعه يشربوا كستديات ماء مع بضياتهم المهم حد علاقة جد وطيبة بيناتهم لدرجة أنه عدنان شهر المره جاب معه صاحبه جابه لداره وعرفه على مراته وريح معه تقدمه وليش حاجه علاقة جد طيبة بيناتهم كما قلنا هذا الحي اللي فيه المحال تعددهب كان الناس ساكنين حي راقي كما قلنا هناك الناس ارساءه وانهم يعينوا شي اساس يقابل لهم الاملاك دياله لانه كان يتم معه ما يتشفر المهم تلف وحد سيد السيد فقير يخدم لها راسه يخدم كتافه كان في الاربعين هاتم العمر يخدم اساس مقابل للحي كامل بالمحالة الدولة والمجازات والموبيلات والكل جد المهم هو في اطار السيد الكاس يوجد علاقة جد طيبة مع العدنان مولدهب الذي يدخل عنده مرة مرة يجب معه وصاحبه المهم حلقة جد وطيدة وصاحبه السكانه الحي وهذه الحي كما قلنا تقريبا راقيه خاوي لا يعمره فيه ميل جاي بزاياه خاوي يسمعون الناس القوات ومعه جوه هذيك السبعة ثمانية بحل مكاك ثالثية يعني علىين يسدادك لها المحال يمشي في حالته لقيتك اسمه الغوات شو واحد مضاعره شو واحد كدره شو واحد مهم محد الصراخ ما جاءوا فين يخرجوا ويطلوا ويشوفوا أشنكين ويعرفوا تصداع مين جاي اللي يحتاق كي يبال لهم هذا المحال تعدها بتاع الدنان شاعر في الدق والعساس خارج شاد براسه وخارجوا هربان من المحال هنا عرفوا بأنه في صداع الهوات جاي من المحال تعدنان مولدهاب شو كي يجري ودخله اما دخله ما يكتشف المخاجئة الكبيرة ما هي أن عدنان مول محالة الدهب مقتول شو كان قتله؟ الأساس لأنهم شاهدوا الأساس وخارج يجري فيه صاف هنا يعلموا البوليس جاءوا البوليس على عجل جاءوا كي يشاهدوا بأنفسهم موجودة للجتة بتاع مولدهاب الملقاط في المحال ديالهم هنا يصافي البوليس علمون يا بالعامة جاءت فرقة الشوطة القضائية جاءت فرقة الشخص القضائي وبدأوا المعينة الأولية ديالهم خداوا من بعد مدار التحرية ديالهم بوليس خداوا تصريحات تاع الناس اللي شاهدوا الحساس هو خارج وقالوا كما قلنا أود إحنا في النبار كان في ديور نهاني اللي حتقنا نسمع قوات الصداع خارجنا كي نشوفوا الحساس خارج من المحال لقد قلنا ندخله لقد قلنا الراجل المقصول يعني العساس أول قتل يعطينا العساس جيبوه مشات فرقة أمنيا مشات الدار دياله بينما فرقة أمنية أخرى مشات تعلم الزوجة دياله كما قلنا مشاوه يعلموه الزوجة دياله وجاءت تكتبكي وتقول لما خليتيني وكذا جيبوه لي حق الراجلي هدنها البوليس هنا صافي الزوجة دياله بطعب الحال علمت الأهل دياله وعلمت الأهل دياله راجلها بطعب الحال يجعوا ليه بحل عجل هنا شرطة القضائية في مسرح الجريمة وبرات مصرح الجريمة في الموحيات تعمل مصرح الجريمة لا يكون شو واحد شايف شي حاجة المح هدوك الناس يدخلوا ليه المح الصراع دياله مع ذلك الاساس اللي حساب دابات صريحات اللي عندنا أرى الاساس أولا قتله ما كيف يفتح شي واحد من غيره ولكن الأسف الشديد هو تقوله واحد شايف شي حاجة نفس الحضراء اللي كانت تعاود فقط لأقل ولأكثر مصرح الجريمة اللي هو المحل تعددهب كيفاش كان عامل أولا مصرح الجريمة تقريبا شبه الخاوي يعني مسروق يعني مهل تعددهب لا يوجد حاجة بسيطة يعني شفارة او هذا الاساس رده كل شي الراجل اللي لقاوه مليوح حدى الكونطور مقسول تم الاربوس الدم ولكن راشبعان طعنة فهدى الكثرة من شجريمة القتل العادية بهدف صارخة لا يوجد حاجة هذا حق دو انتقام أو تصفية حسابات مفيهاش من غير جريمة الصارخة صاغين ايا شافوا البوليس معروسهم شافوا ملقاوه كاميرا كين كاميرات في ذلك الحي ماشي كاميرات في المحل تعددهب لا كاميرات كي شوهوا في ذلك المحل كان ديرهم واحد السيد في داره ولكن هما شادينت المحل تعددهب داخل الخير سوف يشوفوه هذا الشي اللي سوف نقصد لكم مهم خداوة الكاميرات وصيفتهم سوف يشوفوه ويحلوه مزيهان ويشوفوه يدخل لي ويجمع لي إلا كان السيدة ويستطيع عارفوه كان شي واحد اخر قد نعرفوه ويشوفوه نتلاقا من الكاميرات الحمدلله ملكانين الكاميرات هذا يقال البوليس سوف يشوفوه الدول المستودع البلدية الاموات عندنا فلاتنا كانوا والديه والدين من زوجه لأنه كانوا يحضروا بنصر القرية أجاو أجاو عن البوليس شافوا الابنهم في المستودع البلدية الاموات تأسفوه بقف يوم الحال وكذا كذا المهم معروف هذا الاحاسيس بحل الأجواء هدنا الوالدين سولوهم بوليس لماذا عندكم شي اعداء حقدره شي واحد كانت عارفوه عنده شي واحد مهم شي واحد قريب له بزاف عنده عداء ومشي واحد لا سيد الله والديه كانوا بناس فقراء أبساط بزاف هوا الدري غني لا باس لي ولكن هما فقراء من بعد يعرفوا البوليس من عند والديه لأنه الزوجة دياله لم يعرف أي شيء له من عند والديه بأنه كان مهاجر إسبانيا وبقى في الحال من العام ومتسمى معرفين مشال هولندا ومتسمى كدير أشكرون كدير ثم الله أعلم مهم قال لي من الأب دياله بأنه مشال ثم أوروبا غير حال من العام جاء جاء بها الفلوسة كاملة وتزوج ودارها الدار ودار المحال ودار طوموبيل وداره في طوموبيل يبدأوا كدير طوموبيلته لا يوجد طوموبيلته المهم يداروا لأحد مذكر ويشوفها فين كينة مزيئين هنا ندازل المرات المرات يسولوا فعلا يقولي للعافك أدراج لك ويش كانوا عندو شيء أعداء عندو شيء صاحبه بززاف ما كتفرقش ليه شيء واحد مهم أي حاجة عودية لنا قلت لي من هذا المره هادي وهذه المره كانت إنسانة بسيطة ولا قد الحال ما عارفة راجلها عارفة أنه دهيف لها أقل لولا أكثر المهم المعلومة الوحيدة قلت ليون بأنه لم يكن تفرق موحسسين ماذا كنا؟ الله أعلم أنا كنشوفه غير بوجه أنا لم يكن حق شيء بزاف فرقه مع عارفة العيلة لا يوجد حقه بزاف الرجال مزيئين هنا قلت ليون أننا نعرفه بوجه ما نعرفه ولكن اسميته وفين خدام ما كيدير الله أعلم لم يكن تفرق مع راجل ودخله مره نايع إما توده إما تعشق ولا ريح ما شرب معك هات الشلكين شكونوا هو الراجل الله أعلم السولة في الحومة يعني الناس اللي ساكنين في الجوار لما هتعدب أكدوا الحضرة تعد تعد المرأة لديه بأنه صديق كان يجي يعده بزاف وكريح ما بالساعة طوال كيف ما قلنا في الأول تكون هو الله أعلم غير كان شوفوه بصعف يدخل عنده خارج كده 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 اسم دياله في كي سكون الله أعلم هنا طوال كيف ما قلنا رامشات وحلى فرقة أمنية لضعث الأساس ولكن كيف يتفاجئوا البوليس اللي يمشون عنده الأساس لا يمكن هو كيف يقولون الناس بأنه خرج براسق من المحادة الداب يعني راوي مل الفلق وكيف يمشون عنده الزوجة وداره يدخلوا أصلا مجيش من اللي يخرج هذا الصباح من الخدمة ما رجعش من ثم ما رجعش طب يدخل قلب ودار يعني الحضرة على المرأة أصحيحها هنا داروا في حقه واحد المذكرة تابعت هذا الصباح هذا الصباح من بعد أنه كان في السبيطار وفي العناية المركزة من اللي يمشي وطاروا البوليس تم ماء طاروا البوليس تم ماء السبيطار يقولون الطبيب هذا جاء مضروب على رأس واحد ضربة خاطرة بزيف وارطرينهم أننا ندخلوا صاف الإنعاش غصي ما بين الحياة أو الموت يعني بزز تلعادنا السبيطار برجلي ما يجبونه؟ يجبونه صيد مولطاكسي على البوليس وخدوه المعلومات يتواصلوا مع الناس الذين كانوا تمام مكلفين لأنه لماذا يأخذوا البوليس المعلومات للطاكسي؟ لأن هذا المولطاكسي ما يوصله لحساب الأقوال للناس ليس فرامي والأطباء والناس الذين يخدمون السكريطة ما يوصل وصل كيف ينزل المولطاكسي طح يضطر البوليس أنهم يأخذوا المعلومات لتواصل المولطاكسي لأن المعلومات باقين تماما يجبونه كيف نشبق عليك مع السيدة التي تحتاجه وماذا أعرف ليه؟ وماذا أعرف كيف ينزل المولطاكسي أنهم يتكلمون أنهم يدعم أنهم يحلون مولطاكسي ومالطاكسي عنهم لانهم لا أعرف لأنهم كانوا يدعم لهم عدد ومع وصلنا إلى السباة على سبيطار إلى السباة ومالطاكسي ومالطاكسي كيف يدعم لذلك لأن يتعلق ومع ومعا وصلت إلى السبيطار يلا نقول لي الشريفرة احنا وصلنا قال حتى يبالي السيد محل الباب سافيطاح تمه سافيطاح جاءوا سيكوريتي جاءوا فرامبية جاءوا توصلوا البوليس بالخبار جاءوا جاءوا اللي كانوا في السبيطار جاءوا جاءوا شدوني قيدوا المعلومات اللي يعرفوني بان انا اراها غير هزيتو لا عقله الاكثر ما عارفوا لا مين جاء لا فين كان لا شنو دير لا اتشي حاجة من هزيتو من الشارع فلان فلاني والشارع هو نيت اللي كي يخرج منه شو واحد اللي كان خارج من عندك محلته والذهب اللي كي يخرج للشارع ديرك سومو صار في المول تاكسي ما عنده اتشي حلقة بالأساس داب الأساس خاصوا يفاق صوروا الطبيب قال ليهم الله أعلم يقدر يفاق قدر ما يفاقش يقدر يموت قدر يعيش الله أعلم هذا الشيء قدرت الله ما عندي فين دخلانا مهم اللي غادي غادي اعلمكم صافي دابة يطالبوا البوليس ان هزي العساس اعفاق ويقول لهم الخبر الياقين السيد مضرب وحد ضرب ليهو مبرح على رأس دياله بأهداة مزيان دابة فين غادي يمشيوا دابة همارك يشوفوا في الكاميراس وغادي يشوفوا اشنو كان فيهم ولكن قبل ما نقولوا اشنو كان في الكاميراس ندخلوا الدار تاع الدهيبي ندخلوا الدار تاع الدهيبي بإذن من نياب العام ما طبيل حال موافقة تاع الزوجة ندخلوا كيشوفوا كيقلبوا الدار دياله تكون عنده شيء حاجه يعني توصلنا للقاتل أو المجرمين أو اللقاء رأيها أو اللقاء ودخلوا الدار يدخلوا الدار حتى تقوموا الدار لتوقعها كمية كبيرة تعدها كمية كبيرة هذا عادي وрейد امر طبيعي انها تكون عنده وصلت فين انسان دهيبي بشكل تعدها داخلوا البيت الناس سن يجلقوا عليه الصندوق فيه واحدة الساعات والتي هي غالية بزف ساعات يدوية الساعات كانوا غالية بزاف القيمة المالية كانت تساوي بزاف الملايين تقريبا المجموعة الطوطع تقريبا روحة 500 مليون او الاشحاجة غير الساعات بوحدهم اما لوازينهم على الدب تقريبا روحة القيمة مالية 2600 مليون او الاشحاجة لحسب تقديرات لداره البوليس مزيان انها تشد كبين بانه شي حاجة ماشي تالي شي حاجة غامطة فد القضية شي حاجة ماشي تالي خاصة انه بوه قال لنا بانه كان عايش في اسبانيا ومشال هولندا ومشانه كان كي خربق لا ربما كانت عشر ماشي واحدين ماشي تالي اخوانهم الله اعلم مزيان انتوصلوا البوليس بان الطعوم اليالو كانت ادوح المرسيديس ان الطعوم اليالو واقفة في واحد باركينج كي وقفة وديمة مايه هذا الباركينج هذا كان ديل واحد الشخص يعني واحد المساحة ارضية ودهره باركينج ومهم كاريه للناس وصاحب امشى وليحه كان فيها اساس ديلهم هاتك الطعوم اليالو عدنان الله يرحمه فيها ديل ما كي وقفها عندي وكي دور معي مسكين الله يرحمه فضنها مزيان حلو البوليس وقلبوها وفحصوهم مزيان ولكن الاسف الشديد ما كيلقاهه تالي شي حاجة اولو ما كيلقاه تالي شي حاجة باستثناء واحد تالي فون كما قلنا نحن تالي فون لا في المحال تالي فون لا في دارتا الضحية فالتالي فون يلقاه فين هذا الملطابل اول الشفور من الكريه يضع ايده على ذلك الوكاية هذه تحلوها في تالي فون تحلوهم جيدا التالي فون هذا كان ديل عدنان نيج فيه مكالمات صادرة وواليدة ديال المراته ديال اصدقه دياله وعائلته وكذا كذا ولكي من ضمن الحاجات الغريبة يلقاه فيه وحل المساجات من أرقام أجنبية ماشي رقم وطاني كي هدوه تحلو اللغة اسبانية هناك يهدوه تهديدات يعني سنشدوك فيما مشيت سنطيعو عليك والله سنقتلوك وخات عيام الطير سنجيبوك ونوصلو عليك مهم تهديدات القادية في عطفية حسابات من غير الجريمة على الصارقة مزيان دابا نشوف هذه الكاميرات اللي قلنا نلقاههم البوليس وكيشوفوه مباشرة في المحل تهديدات وعينهم غير بشوية بشوية هذا النهر تعوقوا الجريمة شاهدوا السيادين اللي يحتاجها فتح المحل هدر شوية مع الأساس دخل دخل عادي دخل كي يخدم العراصول كي يدخل كي يخرج مرة مرة كي يخرج براء المهم من الصناعة اللول كامل اللي صغير بشوية المكاة لا يوجد شيئا المهم لا تقوم بشوية نصنهار الثاني موقع أول اللي حتى تللاش اللي حتى تقريبا هذيك الربعة بشوية المكاة الخمسة سوف يأتي بشوية السياد هذا السياد تبين بعد الناس المحيطين والمراته تبين بأنه هو الصديق لما يتفرق معه لما يباعش منه كريه معه في الساعة الطوال والصديق القريب له جاء عنده ودخل كان لابس البيض كان لابس تي شورت بيض وحد وحد ستروالجين عادي مهم دخل ما دخل ابقى معه تقريبا ساعة ما دخل دخل الاساس 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 دخل مرة يخرج مرة يرجع لانه الاساس مرة يدرب واحد يجب كان الاساس كما قلنا و صاحبهم كان ينتم معه ولكن من اللي وصلت تقريبا سبعة وشي حاجة تقريبا ما سيحدث ستوقف طمبيل ونطرق الاجنبية طمبيل ونزلوا منها خمسة ديال الناس خمسة دخلوا دخلوا ومبقى عشرة سنة دخلوا وتسمع الغوات وتضق صافي اهنايا خرجوا بخمسة ولكن ما كان يخرج معهم؟ هذا الصادق خرج معهم كأنه يعرفهم عادي خرج معهم عادي كي يعرفهم على أساس أنهم رأى أصدقاء وليش حاجة ركب معهم في الطمبيل ومشاو غادروا غادروا الحي برمته غير مورها مباشرة خرج العساس شاد براسه هي فاش مشاق تجاه هذا الشريع فاش غري يشد التراكسي هادش 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 يعني بأن العساس ينده قبل جريمة لأنه تاوايا ودرب أكل العساس لأنه كان يموت فيها و هادوك العصابة أو هادوك خمسات الناس جايين متعقين ما هادك صاحب صاحب عدنهان لأنه خرج معهم وسليم ما فيه ما فيه وغادي عادي خرج وطلع معهم فطموبي ومشاو هذا حتى نجيبو هاد صاحبه هو مرغل حرص هاد صاحبه هو اللي غدية يعطينا خبر الياقين ولكن هاد صاحبه ينطيحوا لي راما كينج يقلب عليه وروا الصورة مخلوها لما نوروها لوليدي المرات واصدقاء لدينا من بعيد الكشرة كيعرفوه ولكن كيعرفوه غير وجه وأي واحد شاهده يتقولون هادك قنعرفه غير وجه لا كنعرف عشن سميته لا يوجد ساكن لأنه يدير لا تشيح شيء لا أقل لا لا أكثر الأساس والأساس الأسر الشديد لا تشيح لأنه تلتشار تلتشار على الجريمة والبوليس تشيح شيء هذه الأساس فاق كأنه لم يفق لأنه السيد أو لا يوجد له أو لا يوجد له بوليس أو تلتشاره أو لأنه يدير المبرح على الراس الذي كان يفقد أنه يقضر له بشكل سلبي على صحة يعني صافي لا يمكنه أن يأخذ منه خبر وإنساء هذه الأساس وإنساء الله أعلم وإنساء الله على رأسه وإنساء الله وإنساء الله على مرته فإنه يرون في الدماغه وإنساء الله على مرته إبناء الزياد واحصة لديها السيدة مزيدة وإنه يدعى 3 شهر وإنه يدعى السيدة لم تكن من المفيدة لأن السيدة أصلا لا شيء نرمال لا شيء طبيعي لا يقضر هنا هي مرأة السيدة وإنه يتبقى مرأة السيدة وإنه يدعى الوالدين من التاركة السيدة عندنا الوالدين ادنان عندهم اخوه ادنان كان واحد درجة اخر قرروا انهم يزوجوه بهذا مرات ادنان لانها بقى سبو حدها ما هو والده مع ادنان مواله والله يرحمه بقى صغيرة وزوينة وكذا يعني قالوا من الافضل هدره يقول لنا الاخر بقيمهم مزوج مواله ونزوجوها لي هي وافقت معادة مدير يعني عن طواعية واختيار ديالها يزوجوه ونزوجوه ونزوجوه باعدة الدار ونزوجوه ونزوجوه في بلد اخر مزيان انا اشنو انه توقفوه؟ واحد النهار كان هاد نقوله ادنان ما مراته واقيا زوجوه اللولة ديال ادنان اخوه ونزوجوه في طوم ويلديله هنا يوقفوه واحد ستوب صدفة كي اعرفوه وراء الروح عزيزة عن الله ملايبان يبان واقفين في ستوب باحد اللحظة اشنو غتشوف ذلك زوجوه تحت ضحية يعني زوجوه الصابق تحت ضحية يالسر عشلا قاتلي شو 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 هاو هاو في نو قلله شكون قلله قاتلي هاو اللي سيكاة الطنوبيل هذا هو اللي كان يجي ادنان اللي يرحمه هو هذا صاحبه اللي ملقوه لبوليس حيث نصافي اخونا يعني اخو عدنان هو يتبعوه كالله اخوه راكب الطنوبيل تبعوه هو التعاصل التعاصل بوالديه والتعاصل بشي ناس باش يمشيوا عن البوليس ويعلموهم حيث يمشيوا عن البوليس ويعلموهم رابطوا الاتصال مع اخو عدنان قللهم اهنا راني يتابعوا دابا فين كين دابا المنصر يكريت على الطنوبيل وكذا كذا ابقوا في اتصال مباشر معه اللي يحتلقوا على القبض شدوه البوليس شدوه البوليس ماني مماني على الشياء الديني كذا اعتاق له الدول الكوميسارية هنا يا مراته مراد ضحيه مراد ضحيه هذا هو صاحب عدنان كان يجي عنده بزاف ودخل ما هي مره مجوش للدار وهذا كانت تقلبوا عليه والبوليس شعط القضايا طب الحال وزاو الصورة دياله مع الصورة اللي كانت في الكاميرا ألقى بها حية سوغلوا شناس خرين سوغلوا في الحي يعني اللي دار البحث المحيطي ألقاه بأنه هو قالوا يشوف ما عندك مين تحرب تلق سلت صاحبك عدنان قل لنا واعترف وهننا أجل الملاق مش شئ أنا قسلته شكون قتله ملائكة الموت تشكت خربة غلينا كيفاش ملائكة الموت وهنا فدي نشوفه كيفاش بلانت على ملائكة الموت وكيفاش الده هدرغوين نفذ القادية هادي أراك لي هدرغوين السيادنين هدا ملي مشا لإسبانيا المرة اللولى فاش هاجر القرية دياله ومشا لإسبانيا مشا كعامل بساط فاش مكانك يخدم في البني بيع وشرياء يخدم في كهوا يخدم موهمة دي الأمور دياله غري سعرف لأحد البنت كانت نمساوية وعيشها في إسبانيا أصلي نمساوي تزوج بها تزوج بها تزوج بها تزوج بها تزوج بها وعيشها في النمسا بطبيل الحال وكان غراجل خدها غراجل خدها غراجل خد مرات هدنان هدا نمساوي تزوج بها تزوج بها تزوج بها نمساوي ودعو تزوج بها تزوجة وكان تزوجة في العبس وكان تزوجة في العبس أصلي ونرد أصلي أنت نرى في عائلتي يشاهد ومنع نقف ونرغب ونرغب يرجع و يمشيه و يرجعه. بالحال هذا علاقة ملائلة تعمراته النمساوية. كما قلنا راجل الخط هذا النمساوية هذي كان مشهود الحبس. هو أصله من كصوفه. و مشهود الحبس معامل معاشر مع واحد المغربي. اسميته حاتيم. معاشرين في الحبس. صاحبه بياه و كده كده. وبقاه ملاقين في الحبس. كان هذا راجل الخط النمساوية خرج من الحبس. خرج من الحبس و جاء ما هذيك المغربي للدار. عرفوا عائلته. هنا في هذه الفترة هذي فهو خرج من الحبس و جاء ما هذيك المغربي. هي هذي نمساوية مع راجل عدنان. و مشهود نمسا. هنا هذي عدنان تعرف على هذيك حاتيم. على اساس انه مغربي. طيب الحال مغربي مع مغربي. صاحبه يتعاشروا مع برياتهم. مين تعمين كده كده. يتصاحبه. هذي شيء وسب المعرفته عدنان. ما هذي حاتيم. هذي حاتيم هو هذي الصديق اللي شدوه البوليس داباه. هو صاحبه اللي صوراته الكاميرا. هو صاحبه اللي مكان يشارك معه. هو صاحبه اللي قتله. نكمل أطوار الحلقة. هنا هذي حاتيم اللي تعرف على هذي عدنان هذا صافي. قال ليشنو كددت في اسبانيا. قال ليش ما كان خدام كذا كذا. قال ليم زيان. المهمة حاتيم هذي حبط عنده اسبانيا. هبط عنده. صاحبه اللي من كوسوفو. اللي في النامسا. وهو عنده عدنان اسبانيا. قال ليش ما يتيج من الخدمة هذي تمارا وكذا كذا. وقال ليشنو ندير هذي الغربة وكذا كذا. قال لي لا صاحب الله. قال لي الله. اللي وريك الخدمة المليحة. هي أموال طائلة. فلوسة موجودة. بأقل المجودة. قال لي شنو نديره. قال لي الله معي. أسكت. فين دا. دا الهولندا. ولقام مع واحد العصابة. تعتري بمخدرات الصلبة. هنا هو ما غادشي. ما غادشي تعاشروا مع ذلك المافيات المخدرات. وإنما هو حاتيمة كان خدام مع واحد العصابة. عصابة القاتلة المأجورين. أغلبيتهم غير من كسوفه وذكل. ومعهم كل واحدهم منهم. يغزل فيها كل واحدهم منهم. ومسميين ملائكة الموت. مسميين ملائكة الموت. يعني صعفي كي وقف على الإنسان كي صفيها له. قاتل المأجور. هو كي يتخلص في تامن دياله صعفي. هو خدم معه عدنان. وخدم معه حاتيم. خدامين. ولكن ما قتلوا تشوي واحد غير خدامين. كي عاونهم كمساعدات لوجستيكية وكذا وصعب. مزين ليوم غدا ليوم غدا. عدنان وبطعب الحارة كانوا كيتعاجروا في المخدرات الصلبة. وخدامين معه العصابة. وما كيتعاجروا في المخدرات الصلبة. عدنان غادي طايح بوحد شوح نتاح مخدرات. وهو واحد خونة. مهمهو ما في الاخر اللي أعطاه وحد الحبس لي وقليل بززاي. لأن الاخر ولي يتحمل مسؤولية. صعب يدخل للسجن. ماذا سيقع هو عدنان في الحبس؟ يعني في هولندا سيقع وحد حلم داعباء. ما بين ملائكة الموت. وما بين ملائكة الموت. حتى هما كيتعاجروا في المخدرات. واخاهم قاتلهم أجورين. حتى هما كيتعاجروا في المخدرات. الداعباء هو واحد معافيا كبيرة. أو مافيا. من أكبر مافيا لكي نتمنى. والتجارة المخدرات. وتقسرج حال مواحد. وتضرب حال مواحد. وتشد حال مواحد. يعني يروينا. وهذوك المافيا. غالبوا لي هذوك ملائكة الموت. وطرزوهم من تمها. هذوك العصابة على ملائكة الموت. اللي معهم عدنان ومحاتين. ما حملوا شروسهم. قرروا أنهم ينطاقبوا. من الزعيم ديالهم. الزعيم ديالهم. مش الزعيم ديالهم. الزعيم ديالهم. الزعيم غير ديال هذك. ذيك الكليكة اللي كانوا تضاربوا معها. أما الزعيم ديالهم كبير. اللي لما. قدروا شهو وصلوا له. مزيان. هنا. قالوا. قرروا هذوك ملائكة الموت. أنه مصفية وليت في جسدية. في الحبس. شكون عدنان في الحبس. هو عدنان. عدنان. قدروا محاجين. حمانا هقدان سيقتل. لذلك القاتل. سيقتل. سيقتل. وستخفية. ولكن كيف هاذ. فالفترة هذه. كان سيستعمل. لذي أنه محاجز إذنان نعم. قدروا نعم. فالفترة هذه كان سيستعمل في السجن. ديال النظافة. ويتكلف بالنظافة. كيطوعه وحطره كبير. كيبقي دور جمع فالكسبال. ويستعرى السجن كامل. فترة التسرعه وكل شيء. كدور مع رأسه ومخدام ماضي. ما الذي يدعون له؟ جابوا هذا القاتل لأنه دخل الحبس على ودات القادية هذه. تابع الملعكة الموت. تخشق في هذا الطارب على الزبل. سد عليه عدنان تم غذيبه 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 غذيبه. يحتاجه وصله لهذا الفرد من أفراد العصابة التي كانت تزعمهم. ونزل الوصف غالي. وتشيبه قدام الكاميرات الرواينا. هنا يشدهم. طيب يتحال الله أخر ما تقتلوه. يشده عدنان مع صاحبه. ينزل. ولكن هنا العصابة يعرفه كيف يدعوه. هنا عدنان برأوه. قال لي مسهي دي أنا تخشيت لي فطار و الزبل بلماء عقبية. تخشيت تحت من الزبل ما بقى خربق اليوم وكذا كذا. صافي عدنان قال لي ما لم يمشوه. أنا جيت تكيت على الطارب ودفعته. وكيبال يغير الزبل هو كالتحت. ما ديت ما شبت. لا أقل لا ولا أكثر. هذا الشي اللي كان. وطعب الحال البوليسة تم. يخافه من الأصابات. صافي قال الله سيصيقوه. صافي عدنان فليس منها. هنا صافي عدنان من يخرج من السجن. صافي يشد في الدك الحاتيم. وقال لي لتخدمها دراسة وصعبة. وكذا أنا قد نحبط في حالي إسبانيا. ومقاش بينه وبين هذا الناس. قال لي لها التحماقتي. وكذا رهد وصافي تخلنا معه ما نقدره. وقال لي لك. المهم يتبعني. هدوك ما تبعني. لكي تبعني. أنا قد نحبط في حالتي. تلعبه في الخطار. المهم يحبط. هاتيم تبعه. هنا يا ذوك العصابة الأخرى. قريت قتل لهم ذلك الزائم ديالهم. سعقوا الخبار بأن عدنان. فعل الناس ركا متافق مع ذلك. لأخر قتل الزائم ديالهم. وإنما ذلك الشي اللي قلبوا لي. غير كدوم. يعني توصلوا لهذا الخبر هذا. أو كدوم يقلب له الأدنان أو كدوم عليه. وعرفوا بأنه بطبيعة حالة كدوم يقلب له الأدنان. هاتيم. أي واحد شدوه. سيصفيه لهذا. لأنه وجوجه من عصابة ملائكة الموت. هناك أبطور إسبانيا ما ما تلاقاهه. ما تلاقاه صدفة ما من الزائم تعال العصابة. تعدوك المافيا الأخرى. ليوم دابزين معهم في هولاندا نيت. وكان واحد من إسبانيا هو نيت. وهو رجل تاري يديها عرب الصح. شدوه في طموبيل دياله. قال لي. هاتيم. عرفت ذلك شكو نوا. راو فلان. كده كده. قال لي. وش بوينه. صعب حنا نهرباني مصدع. قال لي. غدا يمشيون نخطفوهم دول الفلوس. وكده كده. ما تلاقاه له. فاركوا معه في طموبيل. جبدوا الجناعة له. قولوا يشوف التحرك. انصفيه لك. يلا معنا. دمارة ومشا. هو. كان عارف رأسه. انهم غدا يصفيه ولي. لانه صفي الحسابة. لكينا. حين باش يشريهم. اشنو دار. قال لي. يلا معي الفيلا ديالي. هاي كينا هنا. وقد تاخدوا اللي بغيتو. نغيط القون. صعر. وعليكم الأمان. مشاو معه. هما أصلا حابطين حابطين المغرب. اللهم ما ينضربوا الدربة دياله. يفاش مشاو معه. الفيلا دياله. كانت واحد الفيلا فاخرة. وكذا. ودخلوا معه. وكذا. هيا فاش عطاهم هذوك المواقن. المواقن اللي تلقعوا في الدارة عدنان. رغم مخونين او المصروقين من هنا. مواقن بقيمات مالية كبيرة بزار. واخدوا فلوس. واخدوا الذهب. واخدوا واحد الاموال اللي يطاها بزار. قال لي. صافي. اخذيتو اللي بغيتو. وطلقوني صافي. ومتقلوني موالو. بدأت فلوس. بدأت فلوس. نقدر. ونقسمنا كحتيتين. وقدروا. إنهم فلوس. وقدروا. وقدروا. بسأتيت فلوس من الريقلامة وملايكات المواتنين. فهمتنا اخذ لي 등ينهم. وغير من الزايمة المنافسة. اعاطة له. يعني. قدر هذا مافيوزي. وبقل لي. يعني. كانت قصافي. يعني. أخير حاتم لا. أعيط لكم ملائكة الموت. جاءين في الطريق. جاءين في الطريق بشدوه. يصفيوا الحتابات أمعه. هنا هو زياد رشاهم. أعطاهم فلوس كثير وكثير. يطلقوه. هنا حاتم ملائكة الموت. ملائكة الموت. لم يتجد أن أحدهم. ولم يتجد أن أحدهم. حبط في حالة المغرب. ولكن حاتم لم يتجد أن أطلاق مع صاحب الملائكة الموت. يعني صاحبه يقول لي أن يحرم لنا. لن يتجد أن أحدهم. لن يتجد أن أحدهم. لكن بالعكس هو. بالعكس هو. قال لي لي. أنت خذتنا. شديت الرجل. أخبرتنا. قبلها. قالوا. أخبرتنا. ماذا هو عدنان. قال لي. المهم. كان عدنان وحاتم. كانوا معهم أفراد العصابة. هؤلاء الملائكة الموت. هذوك تهو ما يخدهو القطعي ديالهم تهو كل واحد او من الجنسية مختلفة هذوك كل واحد شو ندارو لي كيلي صفاواليه كيلي عطبوه وكيلي ولكن حاتيم علاش ما قتلوش لانهو بغوه يجيب لهم عدنان عدنان وحاتيم كانوا غاد يموتو كانوا غاد يقتلوه ما يقتلوه ولكن كلفو قالوا لي إلا جبت لنا عدنان لانهو اللي ادى الفلوس هو مولى الفكرة كاملة منقدروا نديرو معك شي حل يعني انتظروا من قتلوك مولوه ولكن هو غاد يموت قالوا لي صافي اوكي مونوه أعطاه الأمان قالوا لي صافي سير هبط للمغرب هيا فاش هبط وداعب رأسه بحل غير حرب عادي وما قايش لي بانهوش الدوني وانه جاي باش نعطاه معلومات بشي صفاواليه وكل ايش حاجة لله نجا وبقى نعاشر معه فدق عدنان علانيته يقول له وديش شي شي تبعتيني انا انه جبنا الفلوس وكذا كذا وفي اخر معروسنا متابع نتيشي واحد انا اوه اذا بقى من المعلومات ديال عدنان كيسا يفطو من الملائكة الموت كيفاش توصلوا لنمر دياله اللي يلقاوا المساجات تهديدية في تليفون رأول اعطاهم من نمر دياله وقام عدنان كيجيب معلومات وكيجيب جميع التفاصيل اللي يحتالي يوم الموعود اليوم ديال تنفيذ الجريمة كان جا هادك هاتي مجا يدخل عنده هاتي ترجل عساة كيدخل لخرج مفرسو تيشي حاجة هنا مع الوقت المعلوم ووصلت طنويل فيها خمسة ديال الناس نزلوا وخمسة ديال الناس ركاملين من جنسيات مختلفة في الطابق المشي مغاربة وتال طنويل هاتي محبطينها مع المنتماء المهم دخلوا ليه جبدو الجناواء ابقوا عليه طف 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 خلطوه هنا العساة تحتهاوا يضربوهم معه لأنه لم يقوموا والذي كانت مخصوه يموت حاتيم رمعهم بطابق الحالة هاتي قال اليوم حاتيم بأن العساة دار في رأسه أنه مات أنا عرفته بأنه لم يمات ولكن لا أريد أن أقول اليوم صاف لأن الهدف ديالنا هو هذا عدنان دار في رأسه أنه مات صافي صافي قعلوه وما الهدف ديالهم هو عدنان رمع قتله قد رجمعهم وما رجعوا مباشرة قد رجعوا إسبانيا ومشاه معهم كان موجود وعقاتهم وموجود الباسبور دياله ولكن لن أرجع من داسة المدة هاتي كانت تقريبا 1-5 شهر أرجع لأنه هو من الاسبانيات ما حقيقة قتله ذلك عدنان وفاوب الواحد ديالهم ما قتلهه موال وعندما حيثوا صلاحية ديالهم مقاش قدامهم ومقاش يكلفوا بشي مهام صعيبة حول الفلوس والشي حاشة وكذا ولكيش كولي ولا تابده سابعينه أفراد العصابة اللي أخرق ليشدوا الزعيم ديالهم الزعيم ديالهم من اللي طلق الصراح ديالهم يشدوا عدنان وحاتيم قال لي مره عدنان وحاتيم كانوا سابعينهم كقلبه لهم هاتي شهر أرجع للمغرب سيمانة من الدخول دياله المغرب هيا فاش شافوا هادا كأخو عدنان مع الزوجة ديالهم وبلغوا عليه البوليس كان ناوي قال ليونه في السرحة دياله أنه يحبط الأقادير وشري شدار سمه والساقر والدرقة الأعين تعيب الله ولكن الروح يزعان اللهم لها يبان يبانت بعض الطريقة ما علينا عش نراهد إعترافات كاملة دياله تقدم العدالة وتحكم بالمؤبد بينما ذوك الناس اللي اللي نفذوا جاري ما التنفيذ مادي طابق الحرام ما شدوهنش البوليس وما عارفينوش أصلا شكون هما كل واحد من جنسية مختلفة شوفين كينين داب الله وعلم ما عليناش هذه النهاية الحلقة دياله اليوم وكنتمنى أنها تنال الريضة ديالكم وما تنسوش كيف القاعدة انكم تديروا جام تديروا شيء كم وطاع بارطاجيه والقناة يعني تشاركوها مع الأحباب ديالكم والأصدقاء ديالكم هذا ما كان ولكم خالص التقديرات والتحايا متابعي الكرام متابعي قناة قصص وحكايات أول المغرب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته